اشهد سماحة العلامة السيد علي الامين عضو مجلس حكماء المسلمين بجمهورية لبنان الشقيقة بالتوجيهات الملاكية السامية من لدني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بانشاء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الاسلامية مؤكدا ان هذه الكلية تمثل خطوة رائدة على مستوى العالم العربي والاسلامي جاء ذلك لدى لقاء سماحته بسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة استمع سماحة العلامة السيد علي الامين عضو مجلس حكماء المسلمين بجمهورية لبنان الشقيقة على شرح مفصل من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حول مشروع كلية الشيخ عبدالله بن خالد للدراسات الاسلامية وشكر لسماحته الموافقة على الانضمام كعضو بمجلس امناء الكلية مشيدا بعطاءاته الفكرية والدعوية في خدمة الدين الاسلامي هي خطوة رائدة جاء بها جلالة الملك حمد حفظه الله وسدد خطاه لترسيخ جمع الشملي بوحدة الكلمة ونشر مبادئ الرسالة الجامعة بين مختلف المجتمعات والأوطان ونحن نعتبر أن مملكة البحرين المحروسة بهذه الخطوة ستكون هي الرائدة في الدعوة إلى مثل هذه الدراسات التي تجمع أبناء الأمة على المقاعد الدراسية الوحد كما التقى سعادة وزير التربية والتعليم بالاستاذ الدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أثنى بدوره على خطوة إنشاء هذه الكلية مؤكدا إن إنشاء هذا الصرح التعليمي الرائد والمتفرد يؤكد نهج مملكة البحرين المنفتح والمعزز للتسامح والتآخي بين المذاهب والأديان في ظل قيادة جلالة الملك المفدة يأتي الدور الرائد لرقي هذه المملكة فيما تقدمه من إنجازات ومن أبرز هذه الإنجازات وهو افتتاح هذه الكلية التي تتولى أمور الدين وكذلك أيضا بعض التقنيات الحديثة في مثل هذا الأمر ليتواكب ذلك الدور مع ما تقوم به مملكة البحرين من إنخراط ومن رقي تضارع به شتى دول العالم في مجال التعليم منذ أن صدر عن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلد المفدة حفظه الله ورعاه مرسوم بإنشاء وتنظيم كلية للدراسات الإسلامية في مملكة البحرين تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة طيب الله ثراه وأن تكون هذه الكلية تحت إشراف سعادة وزير التربية والتعليم شرعت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الكلية سواء من النواحي الأكاديمية أو الإدارية أو المالية تم قبول أول دفعة في الكلية بدءا من العام الدراسي الحالي 2019-2020 وقد بلغ عددهم 63 طالبا وطالبة في العديد من التخصصات التي تطرحها الكلية وخلال اللقاءين أوضح سعادة وزير التربية والتعليم أنه مع بداية العام الدراسي الجاري تم استقبال أول دفعة من طلبة هذه الكلية ضمن احتفالات مملكة البحرين بمرور مئة عام على بدء التعليم النظامي والحكومي فيها وأضاف الوزير أن الكلية تهدف إلى أعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز الهوية العربية والإسلامية ونشر مفاهيم التعايش بين الأديان والمذاهب وترسيخ مناخ الحرية والتعددية الثقافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر